شيخ محمد الله يحييك أبو يوسف الله يسلمك عندي سؤال واحد يا شيخ محمد إلي سمحك تفضل السؤال يا شيخ محمد لو أن إمام يصلي في الناس الظهر صلاة سرية وفي الصلاة نفسي أن يقرأ الفاسحة في الركعة الأولى فعندما قام ألغى الركعة والمأمومين وراء سبحوا له ما يفعل لهم؟ هل يؤشر لهم؟ أم يقول لهم قوموا أو ما يقول لهم؟ وألغى الركعة عشان ما قرأ الفاسحة ويرسل في الصلاة جميل يقول لهم عندما يعني تذكر في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لما تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الأولى على حسب التقعيد السابق سيعتبر الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة ويقوم ليأتي بركعة فيها فاتحة لأن عنده ركعة ما فيها فاتحة وما تذكر إلا بعد ما انتهت الركعة الآن الصلاة سرية لو قام ويجب عليه أن يقوم يأتي بركعة فيها فاتحة لأن الفاتحة ركنه هذا إمام المأمومون سيقولون سبحان الله هذا الطبيعي لأنه بالنسبة إليهم قام إلى الخامسة وبالنسبة إلى نفسه قام إلى الرابعة الصحيحة لأن الأولى ملغية ما فيها فاتحة غير صحيحة طيب يقولون سبحان الله هو لن يجلس لأن هذه الرابعة بالنسبة له ويلزمهم أن يتابعوه طيب كيف يعرفوا الآن أنه هذه خامسة قامها نسيانا ولا هذه الخامسة هذه الخامسة بالنسبة له هي رابعة بالنسبة له بدل الأولى غير الصحيحة طبعا إذا كانوا فقهاء لما يكثرون التسبيح وهو يصر وبالذات لو كان طالب علم سيعرفون أنه عنده مشكلة أنه هذا ما أصر إلا لأن عنده شيء فيقومون معه فإذا ما فهموا يشير إليهم طيب وإذا ما فهموا بالإشارة حدثني شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله أن الشيخ عبد العيز باز رحمه الله صلى مرة فوقع له عين هذه المسألة نسي الفاتحة في ركعة وقام إلى الخامسة الصلاة سرية قام إلى الخامسة اللي بنسبة رحمه الله فما قاموا ما فهموا بالإشارة فقال لهم الشيخ عبد العزيز قوموا قوموا وهذا الكلام وهذا الكلام على القاعدة الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها الكلام الذي لا بد منه ما في طريق يعني بالإشارة ما فهمه فالكلام المتعمد لمصلحة الصلاة لا يبطلها هذا هو الجواب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة